القرار الذي صدره هو قرار شبهناه بالقرار بإعدام جماعي للقضاة لأن القضاة هذو ما بتخولهم مش حتى من حق التقاث قضاة منعوتين بالسبوع بأنهم قضاة فسات مرتشين دعمين للإرهاب قضاة عندهم قضايا أخلاقية هذا بالجملة هذا بالجملة هذا كيف يعمل هو من الجمش حتى بش إنه يباشر أي مهنة أخرى من الجمش يباشر أي مهنة أخرى حتى بش يدافع على روحه ما تخول لهش إنه يلتجأ للمحكمة الإدارية وتقول له سيتم مقضاتك وسيتم معناه تتبعك جزائيا ويستولي رئيس الجمهورية حتى على صلاحية النيابة العمومية ويستأثر بمعناها آلية التتبع الجزائي خارج الحصانة المخاولة القاضي وخارج كل الضمانات اللي موجودة في الدستور وفي المعايير الدولية بطبيعة حال هذك عليش هنسمينها بالمجزرة وبالمذبحة وبالإعدام الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة